السلام عليكم و تحية لكم من مدينة تانجا الجميلة بغاز هناك جولف كورنيش أجمل و أنقى وأكبر الكورنيش كورنيش طريقة جميلة جدا وهذا ما ننسى الشوق تاني موقع جميل في التانجا والجميل فادمين تقاوى أنه محلو أزمة دير دير الباركينج دير ستاسيونون أنققوا يعني فقدوا هذا في كتبات الباركينج التي تحت بحث تحديد كورنيش لا يوجد مشكلة في التانجا خصوصاً من التانجا ترفع التقسيدات في الصيف يكون لديها ارتباء كبير تحلوا هذه المشكلة من جدر كما تنظره ودعا نشوف الجمال أنا قادر هذا الكورنش انظر جميل جدا خضرية وشكرا أنتمنى الله أنترجع الأمور لما أقادت عليها مثل هذا المباء وأن الناس يدخلوه تسياحة داخلية يتنتعش لأن المدن مرهيب عرفات الأزمة بالنسبة للمدن التي تتعمل على الزياحة أكيد أن الطنجة هي عندها من أقوى المعناطق الصناعية في المغرب لكن ترى الشيوطلات التي كانت معروفين وكانت ديما يكونوا عمرين سدو وكانت ترى بزرد حوش وكانت طلب الله السلامة وكان جميل دبق حاليا مع القرار الجديد للتال 11 بعضا كانت تبالك بالنين تاعشات شوية والناس خجروا اللي يصدروا عمرين يبقهاوا يحتوما وطلب الله السلامة كما نرى من أقوى الله لأنه يتوزد الدزمة هذه وكانت شريح أن تعود بالنسبة لها لكن نرى جانب من حيث القرار الجديد كما قلنا من الطاقة هذه المعروفة بمقاهي مكدولة ومطعام ونرى الشطر الثاني من من أقوى القرار الجديد سوف نرى تبع النمي صراحة التصويب اللي صودوا الكورنيش بتتلقش تصوينا كل شي ولكن تبدلات كثير من اللي تصوضر الكورنيش تصوضر يعني اعطيت واحد كواجه اخر واجهة جديد كما نقوله مودال وفي نفس الوقت وفرات بلاسة السجمة المناز بصة ان مساحة تخضراء كثيرة فيها تصوضر تصوضر لكم الصورة اتمنى تكون الصورة دير الجمالية اواصلكم لان جمال ديرها كيمة احذر على الراسة باطلة نفس الواقع تحرق ابيت مبارك تحرق الناس تحرق والدينة والسكان المغربة في المكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته